السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي الطلبة في قناتكم مايكرو الصدي معكم مترح مطلعت مدرس المايكروبيولوجي مناعة النهاردة هنبدأ في تأسيمة جديدة تابعا Medical Bacteriology التأسيمة بعنوان Gram Negative Cocae والتأسيمة دي بتحتوي على على وحدة بسم البكتيريا اسمها Neisseria طيب بالحب نفكركم بالتأسيمة اللي اخذناها في أول محاضرة فقالنا ان البكتيريا تنقسم justification to Gram Sterling إلى Gram Bacterium اقلنا عن ربصف آюда طيب الا symptom 자ه دریت Herman Bacterium كان ثلاث عائلات why is pistach كوكاي وستيريبتو كوكاي وانتيرو كوكاي وكان اللي بيندرج تحت جرام بوصف بسر لاي كان فيه سبور فورميك بكتيريا ونانو سبور فورميك بكتيريا النهاردة هنبدأ في الجرام نيجاتف كوكاي والتأسيمة دي اللي هي جرام نيجاتف كوكاي بتحتوي على عيلة واحدة اللي هي النيسيريا طيب هنبدأ دلوقات نشوف the most important species أو the most important pathogenic species علشان فيكم منسل species ومش هندرسهم لا يعنونا أو ما يهمناش هنعرف دلوقات ازاي نفرق بينها وبين الباثوجينيك في البيوكينك الرياكشن بس هندرسهم الباثوجينيك the most important pathogenic species هم 2 species اللي يندرجو تحت عائلة النيسيريا يبقى النيسيريا جينوس the species الأفراد two species الفرد الأول أو ال species الأولى اسمها نيسيريا جونوريا نيسيريا جونوريا وليها اسم تاني جونو كوكاي جونو كوكاي يعني علشان هي جرام نيجاتف كوكاي تمام فاختصار بدأ منقوله نيسيريا جونوريا فالاسم بالقسين جونو كوكاي فنكون حفظين الاسمين طيب النيسيريا جونوريا من الاسم جونوريا بتسبب مرض اسمه جونوريا جونوريا مرض السيلان ده عبارة عن sexually transmitted disease sexually transmitted disease يبقى المودة of transmission by sexual contact طبعا هندسي الديزيز للحلقة اللي جاية هنتكلم عن الجونوريا بالتفصيل سيلان علشان أكبر علامة تميز المرض ده يوريثرال ديستشارج طيب تاني سبيشيز اسمها نايسيريا منينجي تيتز أو بنقسين منينجو كوكاي بالسبب منينجايتس تمام فحنبدأ نهضا نتكلم على المرفولوجي والكالشر والبايكيمكا الري اكشن لعائلة النيسيريا طيب حنتكلم دلوقتي على المرفولوجي لكل عائلة النيسيريا اولا يعني ايه مرفولوجي مرفولوجي يعني نشوف جرام بوصف ولا نيجاتف الشيب كوكاي ولا بيصل لي والأرجمنت تمام طيب احنا بتكلم على جرام نيجاتف كوكاي اللي بيحتوي على عائلة النيسيريا يبقى اول جملة في المرفولوجي في النيسيريا جرام نيجاتف كوكاي طيب بالنسبة للأرجمنت هنا الأرجمنت في النيسيريا كاراكترستيك ليها هنا هي أرجمنت إن بيرز يعني تلاقي كل اتنين جنب بعض تمام مشكلة وبس لا الأرجمنت كاراكترستيك عامل زي الكيدني شابد شايفين هنا الصور العشمال كيدني شابد تمام او كافي بين يعني زي حبوب القهوة بس قبل ما تطحن طبعا تمام فممكن نقول كيدني شابد ديبل كوكاي يعاني كيدني شابد ديبل كوكاي ديبل كوكاي يعاني بالبلد دي كده كل اتنين كوكاي جنب بعض تمام كل اتنين كوكاي مسكين في بعض ومسكتهم في بعض عاملة زي شكل الكيدني ده يعني بالعامية يعني طب هنا في حاجة مميزة لنيسيريا سبيشيز إنهم عندهم القدرة إنهم يعيشوا داخل البصلز يعني resist the intra-cellular killing inside the neutrophils زي ما هنعرف balance factors المرأة اللي جاي ان شاء الله هنعرف انه النيسيريا جنورية او النيسيريا منينجي تيتز تقدر resist the intra-cellular killing للنيتروفيل يعني لما تيجي النيتروفيل عايز تعمل لها phagocytosis فالنيسيريا لها component في الأوتر منبرين لا ما يخليش يعني يحصل fusion between الزاجوزوم والليزوزوم فالشاهد من كلامي حاليا ان انا عايز اقول عندها القدرة ان هي تعيش جوه الباصلز طيب ايه اهمية المعلومة دي في المرفولوجي ان احنا لو خدنا pathological specimen يعني باصلز وشوفنا تحت الميكروسكوب حنلاق البكتيريا انصيد الباصل طيب هنتقل دلوقتي الى culture characters اول معلومة لازم نعرفها ان all nycela species are aerobic احنا قلنا قبل كده ان اغلب البكتيريا فقلتها في انيروب في بعض البكتيريا strict anaerob زي الكوليستيريديام هنا النيسيريا aerobic ثاني معلومة في ال culture characters متعلقة بال incubation conditions النيسيريا species محتاجة كمية carbon dioxide اكتر من الطبيعي وان المصطلح ده في الجنرال اسمه كابنوفيليك بكتيريا كلمة كابنوفيليك بكتيريا معناها البكتيريا بتحتاج high concentration of carbon dioxide من 5 ال 10% اما بالنسبة لل temperature فهي عادي بتنمو على optimum temperature زي اي بكتيريا طيب هنتقل دلوقتي ال culture media اول معلومة لازم نعرفها ان all nycela species can not grow in simple media زي النوت اغار لا متقدرش تنمو على simple media زي النوت اغار require rich media for growth طيب كان مين قبل كده نفس الفكرة كان السيبت الكوككاي كان السيبت الكوكاي كان not grow in simple media محتاجة rich media طيب كان ايه اسم الميديا للريتشد في حالة السيبت الكوكاي كان البلد اغار طيب انا ليه بجيب المعلومة دي دلوقتي علشان عايز اقولكم ان الشوكولت اغار اصلا جاية من البلد اغار بمعنى بلد اغار rich media والشوكولت اغار برضو ريتشد ميديا طيب ايه الفرق بينهم الفرق بينهم ان الشوكولت اغار عبارة عن heated blood اغار بمعنى واحنا بنحضر blood اغار بنعمل heating للبلد عند درجة حوارة 55 علشان عايزين يحصل license لل red brussels مكونات ال red brussels هي دي المحتاجها ال nice serious species تمام والشوكولت جاية من شوكولت يعني brown brown color اللون ده جاي من ان جاي من مكونات red brussels يعني لما حصل مكونات الناتجة من المكونات المكونات الموجودة في red brussels هي دي اللي بتدي اللون الشوكولت لون brown زي المكونات المكونات الموجودة في red brussels تانية تكاثرة دلوقتي الريتشد ميديا بلد اجار دي خاصة بلسيرت كوكاي النيتسيريا لا عايزة حاجة اخص من بلد اجار يعني عبارة نجيب بلد اجار ونعمل بلد اجار نعمل بلد علشان يحصل مكونات الموجودة في red brussels علشان المهمة لنمو النيتسيريا حتى الشوكولت اغار دي مهمة في حالة النيتسيريا وفي حالة بردو بكترية بعد كده ناخدها في السيديس زي المفلس طيب احنا كده تكلمنا على الريتشد ميديا طيب النوع التاني من ميديا سيلكتف ميديا واحنا اقولنا قعد قبل كده عندما انا عندي سيمبل ميديا وريتشد ميديا وselектив ميديا افتراضين الميديا دي تانمى على السيمبل ميديا مثلا السفير كوكاية نزرع البكتيريه دي على اي نوع من الميديا وميديا النادي تاني الongo قعددة تعرفينها دا الافضل فى التشخيص طيب سيلكتف ميدياoo معناها ميديا بتعمل وماذه ماعادة البكتيريا الله عيزها تانمو علىto هذه الالميديا فاندوقتي عندي شكلة اغار وعندي سيليكتيف ميديا اللي اسمها thair martin media طب ازع النيسيريا على اي ميديا فيهم على thair martin media فالريشيد ميديا ذات شكلة اغار حتى ننمو عليها كل النيسيريا سبيشيز طب انا اللي يهمني في التشخيص اصلا الباثوجينك تمام فممكن اللي ينمو داعي يكون كل النيسيريا سبيشيز طب انا اللي يهمني عايزي اعرف هل النيسيريا اللي حصل لها growth دي باثوجينك فتهميني في التشخيص ولا نون باثوجينك فمن ايه الميديا اللي بتحدد كده سيليكتف ميديا ثاير مارتين ميديا الميديا دي حينمو عليها الباثوجينك انلي وهتعمل انهيبشا لنون باثوجينك نايسيليا فكرة الثاير مارتين ميديا انه هو جاء بالشكلة اغار وحط عليه انتبويتك فانكوميسن ونستاتين وكوليستين فانكوميسن والنستاتين وكوليستين هيعمل انهيبشا لنون باثوجينك نايسيليا اما الباثوجينك نايسيليا ريزيستنت الانتبويتك للتاتا انتبويتك دول يعني مش هيحصل لهم كيلينك فبالتالي مين الهينمو على ثاير مارتين ميديا الباثوجينك نايسيليا سيليكتف ميديا يعني عمل سيليكشن خاصة بالباثوجينك نايسيليا اما نون باثوجينك نايسيليا هيحصل لهم كيلينك طيب هنطاقت دلوقتي البيوكيمكا ري اكشن سكرومด تهش توقف نايسيريا جنوريا جي يبأنها تعمل fermentation للغلوكوز جي تمام؟ عشان ما نحفظش كثير ما نتعبش في الحفظ جنوريا أولها جي جينوريا ج invasive جي يبأنها تعمل fermentation للغلوكوز أولي طيب نايسيريا من انجيتيتز أولها أم من انجيتيتز يعني هتعمل fermentation ضيف للغلوكوز ملتوز يعني هما للتنين هيعملوا fermentation للغلوكوز بس النيسيريا منينجي تيتز علشان فيها ام يبهتعمل ملتوز وغلوكوز تهم اده كثرة طيب عليك النيسيريا الجنورية والنيسيريا منينجي تيتز دول الباثوجينيك نيسيريا الاثنين تانيين نان باثوجينيك نيسيريا نيسيريا فيلافيسنس دول نيجاتيف لكل الشغر يعني متعملش فلمنتيشن لا لغلوكوز ولا الملتوز ولا السكروز والنيسيريا سيكا بتعمل فمنتيše لأول شغر تهميوت ده قذرة ده اول بيوكيوم كاري أكشن طيب تاني بيوكيوم كاري أكشن اوكسيديز تيست ده أول نيسيريا سبيشيز اوكسيديز بوست كانت أبلكاليا سفيركوكاي كاتليز بوستف يعني علشان الناس بتلخبط ساعات بين اوكسيديز بوستف وكاتليز بوستف السفيركوكاي كانت كاتليز بوستف ماش اوكسيديز , اما هنا نايسيريا سبيشت اوكسيديز بوصف طيب يعني اي اوكسيديز بوصفف ؟ معناها اي بكتيريا اوكسيديز بوصفف صفقة عامة س�ane يتمتلك النظيم اسمه sow absolument أي بكتيريا تحتوي على السيتو كروم C الكتير من انظمة انظمة اللقطة تصبح اوكسيديز سيتو كروم اوكسيديز انظمة بكل بساطة لان اجيب اوكسديازل ايجنت بيتحضر عبارة عن فلتر بيبر بيحتوي على المادة دي تيتراميثايل بارافنيلين ضي امين يعني فلتر بيبر امبريجنيتد وز تيتراميثايل بارافنيلين ضي امين وبيكون كالرلس ده اسم اوكسديازل ايجنت تمام طيب اجيب كل من البكتيريا اللي انا عايز اعرف هل هي نيسيريا ولا لا وحطها على الفلتر بيبر ده لو اوكسديازل ايجنت طب لو هي نيسيريا ايه اللي حيحصل لو هي نيسيريا يبقى تحتوي على سيتو كروم اوكسدياز انظيم سيتو كروم اوكسدياز انظيم هيعمل اوكسدياشن للمادة دي تيتراميثايل بارافنيلين ضي امين الموجودة في الفلتر بيبر فهو كالرلس لما يحصل الاوكسدياشن هيتحاول الى بيربر كالر يبقى البصف بيربر كالر تانية دكترة دلوقتي الاوكسديازل ايجنت كالرلس عبارة عن فلتر بيبر بيحتوي على المادة دي تيتراميثايل بارافنيلين ضي امين عايز اعرف انا عندي ده نيسيريا ولا لا اجيب بكتيريا القروني وحطها على الفلتر بيبر طيب لو البكتيريا لنحطها مش نيسيريا او بكتيريا لا تحتوي على سيتو كروم سي اوكسدياز فهيكون الاوكسديازل ايجنت على هيئته ريديوست هيكون ريديوست يعني هيكون كالرلس اما لو البكتيريا بتحتوي على سيتو كروم سي اوكسديازل لا هيعمل الاوكسدياشن وهيتحاول الى بيربل طيب بكنا نحن تهينا من حلقة بتاعتنا النهاردة اللي كانت اول حلقة في النيسيريا اخذنا المرفولوجي والكالشر والبيكيميكال ري اكشن للتو سبيشيز النيسيريا جنورية والنيسيريا منيجي تيتس الحلقة اللي قاية ان شاء الله هناخد الفيناس فاكتورز والديزيز بتاعة النيسيريا جنورية توفير اكترى